هذه جهة كبيرة وجهة دي الرجال والنساء اللي هما عندهم صدى وطني وصدى عالمي أنا أعرف جيداً المنطقة استثمارات كبرى يعني في الميدان فلاحي فاقت عشار المليار دي الدرهم فيما يخص يعني الميدان الفلاحي يعني واحدة طموح كبير باش يعني القيمة المضافة دي الفلاحة فهذا المخطط الجديد لدي صاحب الجلالة اللي هو الجيل الأخضر باش القيمة المضافة في المنطقة ضرف جوج إن شاء الله في المستقبل كذلك استثمارات كبيرة ومشاريع كبيرة اللي هي كلها حاملها صاحب الجلالة لا المحطة دي المرشيكاو والمشروع الكبير يعني السياحي ولا لقيم كذلك ولا المؤهلات الصناعية وتقوبيا بأنه منطقة النضور غدي تعاوف انتعاج كبير إن شاء الله في المستقبل وما غديش تبقى هنا فقط في النضور غدي تمشي توصل حتى الوجداء ويعني المناطق لأنه الميناء الجديد اللي قرره سيدناو اللي هو الآن قرب من الاشتغال يعني في الشهور المقبلة غدي غدي يخلق واحد تحول كبير روجيستيكي ومن بعده تحول صناعي كنفس التجربة اللي عافتها بلدنا بفضل المشروع الكبير دي لصاحب جلالة يعني في طنجة المتوسط